خليك فاكر هي إز معناها هو يكون ونقصد ولد أو رجل شي إز معناها هي تكون ونقصد بنت أو امرأة إز معناها إنه يكون إنها تكون ونقصد أي حاجة مفرد مش إنسان السلام عليكم معاكم يوسف نبيل ودي قناة تعلم الإنجليزية يلا اشترك في القناة لأن القناة دي هتخليك عارف كل الأساسيات الأولى اللي انت نستها أو مهتمتش بيها من زمان انت لازم تعرف كل الأساسيات دي لأنك مش هتفهم إنجليش في خمسة ابتدائي وستة ابتدائي وعدادي وسنوي غير لما تعرف الأساسيات دي ده الفيديو رقم 14 وفي الفيديو 13 عرفنا أهم مية صفة في اللغة الإنجليزية ولازم تسمع السلسلة دي بالترتيب من البداية لأنك احتمال كبير ما تفهمش كويس كلام الفيديو ده لو كنت ما سمعتش الفيديوهات اللي فاتت كمان ممكن وانت بتسمع الشرح تلاقي نفسك سرحت أو عد عليك جزء ما فهمتوش ساعتها لازم تعيد الجزء اللي ما كنتش مركز فيه دوس لايك من فضلك وتعالى نترجم الجمل دي من العربي للإنجليش الحقيبة ثقيلة The bag is heavy إنها ثقيلة It's heavy إنها حقيبة ثقيلة It's a heavy bag الجمل دي كلها فيها كلمة heavy كلمة heavy هي صفة معناها ثقيل الوزن الجمل كمان فيها فعل is يكون وفيه جملتين فيهم كلمة bag وكلمة bag دي اسم يعني الشيء ده اسمه bag شنطة وفيه كمان جملتين فيهم ضمير الفعل it يعني عندنا ثلاث طرق مختلفة رتبنا فيهم الجمل دي الجملة الاولى كان ترتبها اسم فعل صفة the bag is heavy الجملة التانية ترتبها ضمير فعل صفة it is heavy الجملة التالتة ترتبها ضمير فعل صفة اسم it is a heavy bag تعالوا نترجم بسرعة ثلاثة امثلة اخرى الولد طويل the boy is tall هو طويل he is tall هو ولد طويل he is a tall boy دلوقتي تعالوا نرتب الجمل دي رقم واحد is blue shirt the القميص يكون ازرق the shirt is blue رقم اثنين it blue is انه ازرق it's blue رقم ثلاثة blue is a it shirt انه قميص ازرق it's a blue shirt الصفة يا شباب هي كلمة تصف اسم او تصف ضمير مثال علي is strong علي يكون قوي هنا كلمة strong تصف اسم اللي هو علي مثال كمان he is strong هو يكون قوي هنا بقى كلمة strong تصف الضمير he ولو قلنا علي is a strong man علي يكون رجل قوي هنا كلمة strong صفة تصف الاسم man رجل ولما حب اقول رجل قوي باللغة الانجليزية فاقول strong man وماقولش man strong طيب ليه كده لان الصفة تصبق الاسم الموصوف في اللغة الانجليزية اما حرف a فهو اداة نكرة معناها واحد مفرد علي is a strong he is a strong علي is a strong man لاحظ كمان في الثلاث جمل دولة انه الصفة بتيجي بعد verb to be اللي هو is دلوقتي انا هطلب منك تترجم الثلاث جمل دي من العربي للانجليش رقم واحد الفيلم ممتع the film is interesting رقم اتنين هي جميلة she is cute رقم تلاتة انه قطار سريع it's a fast train رقم اربعة انها قطارات سريعة قطارات دي كلمة جمع يبقى نقول زي ما نقولش it they are fast trains رقم خمسة نحن اولاد شجعان we are brave boys رقم ستة الفتيات اسجياء the girls are clever لاحظ في اخر تلات جمل انه الاسم جمع لكن الصفة مش جمع طب ليه؟ لانه الصفة شكلها مش بيتغير في اللغة الانجليزية يعني ملهاش مؤنس او جمع مفيش حاجة اسمها صفة جمعة او صفة مؤنس في الانجليز الكلام ده ممكن نشوفه في لغات تانية زي العربي او الفرنساوي طيب نروح بقى الموضوع المقارنة سامي is tall سامي يكون طويل هنا احنا بنوصف سامي لكن لو عاوزين نقارن بين علي وسامي في صفة الطول ونقول ان سامي اطول من علي يبقى نقول سامي is taller than علي tall يعني طويل taller than يعني اطول من لو عاوزين نقول الاسد يكون اقوى من الكلب the lion is stronger than the dog ايه ترتيب جملة المقارنة الاول is او are الصفة مضاف لها er than التاني مثال Alexander is colder than aswan يعني اسكندرية ابرد من aswan يبقى علشان نخلي الصفة تحمل معنى المقارنة بين اتنين نضيح للصفة er تعالوا نرتب الجمل دي رقم واحد the car faster is the bike than faster than معناها اسرع من the car is faster than the bike السيارة اسرع من الدراجة رقم اتنين the elephant the horse than bigger is the elephant is bigger than the horse الفيل اكبر من الحصان رقم ثلاثة mona soha shorter is than mona is shorter than soha mona اقصر من soha من الامثلة دي كلها عرفنا اننا علشان نقارن بين شخصين او شيئين في صفة من الصفات يبقى نضيف للصفة دي er ولكن توجد بعض الملاحظات المهمة أولا الصفة التي تنتهي بي لما نقارن نضيف حرف ار فقط ما نضيفش اي ار مثلا nice لطيف nicer than من ثانيا في الصفات القصيرة المنتهية بحرف ساكن والحرف الساكن يسبق حرف متحرك فلما نيجي نقارن نكرر الحرف الاخير الساكن مثال ثالث ملحوظة ان بعض الصفات بتنتهي بحرف واي ويسبقوا حرف ساكن مثلا happy funny heavy busy easy في الصفات دي بنحول حرف واي لآي ثم نضيف اي ار happier than fannier than heavier than busier than easier than مثال english is easier than math يعني الانجليزي أسهل من الرياضيات ركز معايا في النقطة دي بعض الصفات لما نقارن فيها بين اتنين مش بنحط اي ار للصفة ولكن يتغير شكل الصفة تماما مثلا good good يعني حسن او جيد وما فيش حاجة اسمها gooder than احسن من لكن نقول better than better than better than معناها احسن من افضل من مثال the japanese cars are better than the chinese cars يعني السيارات اليابانية افضل من السيارات الصينية كمان الصفة بات سيئة لما نقارن نقول worth than اسوأ من this bike is worth than my bike هذه الدراجة اسوأ من دراجتي لو انا عملت حاجة مفيدة ليك فانت كمان ساعدني ودوس لايك واشترك في القناة واضغط علامة الجرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته